اهلا بكم الى هذه النشرة المفصلة من الميدين وتتابعونا في ابرز العنوين اتفاق بين انصار الله والمؤتمر الشعبي العام على وقف الاشتباكات في صنعاء وعلى تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسبب بانفجار الوضع غرفة عمليات حلفاء سوريا تبث مشاهدة لقائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني خلال معارك تحرير الميادين حركة فتح وحماس تؤجلان استكمال عملية تسلم الحكومة في غزة وفتح تتهم حماس بعدم الالتزام باتفاق القاهرة المندوبة الامريكية لدى مجسلم تهدد بتدمير نظام كوريا الشمالي وموسكو تدعو الى حوار مباشر معها اهلا بكم قالت مصادر للميادين ان لجنة وساطة قبلية نجحت في التوصل الى اتفاق على نزع فتيل التوتر بين انصار الله والمؤتمر الشعبي العام على خلفية مواجهة صنعاء المصادر اكدت ان اتفاق انصار الله والمؤتمر ينص على انسحاب مسلحي طرفين وانهاء اي استحداثات في الاحياء التي شهدت اشتباكات مسلحة الاتفاق يقضي بسحب قتل الطرفين وتطبيع الاوضاع الامنية وتفويت الفرصة على تفجير الوضع مجددا وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة في الاحداث الدمية ومعرفة المتسبب بالفجار الوضع بين الطرفين تواصل الميادين اونلاين الحملة التي اطلقتها تحت عنوان انقذ اطفال اليمن الحملة تسعى الى ايقاض الضمير العربي والعالمي والى تسليط الانظار على المأساة الانسانية التي يعيشها اطفال اليمن ولا سيما مع تحذيرات مؤسسات ومنظمات دولية من انتشار الاوبئة والامراض والمجاعة والكوارث الصحية نتيجة الحصار المفروض على البلاد اشتركوا في القناة تتزايد معاناة الاطفال المصابين بمرض التوحد في صنعاء بعد توقف الانشطة وبرامج الرعاية فالحرب انعكست سلبا على اكثر من ثلاثمائة جمعية ومركز يعنى برعاية ذو الاعاقة في ظل وجود اكثر من ثلاثة ملايين شخص يعانون من اعاقات مختلفة احمد زبيبة قد يصعب على الطفل ماجد ايصال معاناته في ظل الحرب نتيجة اصابته بمرض التوحد الاعاقة منعته من الحديث كغيره من الاطفال هنا ولكن اوجاع فقدان الرعاية تبوح بالكثير مع قلة الدعم وانقطاع التمويل المركز يستقبل تبرعات كثيرة من حكومية واهلية الان شحة الامكانات ادت الى تقلص البرامج اللي كان المركز يطبقها على الاطفال هذا المركز هو الوحيد الخاص بمرضى التوحد في صنعاء كان يستقبل اكثر من مئتي طفل من المصابين بمرض التوحد واليوم اصبح غير قادر على استقبال ما لا يزيد على خمس واربعين حالة مع توقف الانشطة وبرامج الرعاية كان زمان معنا انشطة غرفة حسية معنا مسباح معنا دورة نخرجه مثلا في الرحلات بس مع الحرب توقفت كلها بسبب الظروف الاقتصادية وبسبب الحروبات والاشياء الذي بيقوله الغاموش وشضايا فبدأنا ندربهم في المركز رغم ان بيكون الفائدة الاكبر لما تكون خارج اثرت علينا الانشطة اثرت علينا البرامج وبالذات السلوكيات الطفل التوحدي لان الحرب اثرت عليه في الدرجة الاولى من ناحية الاصوات القنابل والصواريخ فيجي لهنا الطفل هو مدوتر جدا انعكست اوضاع الحرب على من لا حول ولا قوة لهم من ذوي الاعاقة والذين يزيد عددهم على ثلاثة ملايين معواق والارقام في ارتفاع في ظل حرب اتت على كل شيء الاطفال هنا الذين يعانون من مرض التوحد معاناتهم هي امتداد لأوجاع ذوي الاعاقة الذين يعيشون متلازمة الاعاقة والحرب التي اتت عليهم احمد محمد زبيب صنعاء الميادين احمد محمد زبيب صنعاء الميادين دعا مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العافو الدولية رأى جرار إلى الضغط على الكونغرس لمنع صفقات السلاح إلى البحرين نحاول أن نحفز الكونغرس الأمريكي على التدخل ولعب دور إيجابي في الضغط على الحكومة البحرينية يعني الكونغرس يمكنه منع أي صفقات سلاح من توقيع صفقات سلاح مع البحرين الكونغرس يمكنه دفع الإدارة الأمريكية لتغيير سياستها باتجاه البحرين لحد الآن موقف الكونغرس ليس رديئا ولكن ضعيف رأينا بعض التحركات الإيجابية أثناء استجواب السفير الأمريكي للبحرين كانت هناك أسئلة ممتازة على قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ولكننا سندفع الكونغرس الأمريكي ليتخذ قرارات وخطوات أقوى لدفع حكومة البحرين لتغيير سياساتها مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس واتش أبدت قلق المنظمة من مشاركة البحرين في الحرب على اليمن لتحذر من تدهور سريعا في أوضاع حقوق الإنسان في البحرين منطقتنا تؤمن بعدم توريد السلاح إلى البحرين لحين وفاء حكومته بتعهدتها لتحسين ملف حقوق الإنسان نحن قلقون من مشاركة البحرين في الحرب على اليمن وشن طائراته المقاتلة ضمن التحالف مئات الغارات الجوية غير القانونية على اليمن وللأسف لم يطرأ على وضع حقوق الإنسان في البحرين أي تطور إيجابي فالأوضاع تتدهور بشكل متسارع نشرت غرفة عمليات حلفاء سوريا مشاهد جديدة لقائد قوة القدس لواء قسم سليماني وهو يخطط ويوجه قادة العمليات العسكرية لتحرير مدينة الميادين من داعش إشارة إلى أن الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة كانوا قد تمكنوا من تحرير الميادين منتصف الشهر الماضي تحديد 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 موسيقى المترجمات للمترجمية شارك رئيس سوري بشار الأسد في الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف ليلة أمس بذكرى المولد النبوي الشريف الاحتفال كان في مسجد الأفرام بحي المهاجرين في دمشق حيث أدى الأسد صلاة العشاء مع مفتي سوريا شيخ محمد بدر الدين حسون لم تنجح مساعي المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا بتمديد أسبوعين لجولة محادثات جنيف الثامنة والوفد الحكومي يلتزم بالموعد المحدد يوم الجمعة المقبل تقرير موسى عاصي وضع المبعوث الأممي نصب عيني هدف تمديد جولة جنيف ثمانية إلى الخامس عشر من الشهر المقبل والهدف الدخول في العمق بمناقشة سلتين دستور والانتخابات قبل نعقار مؤتمر سوتي المؤجل إلى مطلع العام المقبل المسعى الأممي لم يحقق التقدم المطلوب فموقف الحكومة السورية التي حضر وفدها إلى جنيف بتأخير يوم واحد يرى عدم الجدوى من حوار بشروط مسبقة وعليه فإن القرار حتى الآن هو العودة إلى دمشق يوم السبت المقبل لدينا عملية مستمرة من المناقشات ومسألة التمديد ستكون واحدة من الموضوعات المطروحة للنقاش بالإضافة بموضوع المباحثات المباشرة هذه المحادثات ستتوقف يومي السبت والأحد وستستأنف مطلع الأسبوع المقبل وفد المعارضة الذي كرر في تصريحات جديدة من جنيف شروط العملية الانتقالية المسبقة رأى أن الوقت قد حان للحوار المباشر نحن هنا من أجل اللقاء الثالث مع السيد المبعوث الخاص لمناقشة ووضع الأجندة وحيث أن الطرف الآخر قد وصل فنريد التحرك سريعا نحو مفاوضات مباشرة لجلب الحرية والكرامة والديمقراطية لسوريا وشعب سوريا في داخل مقر إقامة الوفد المعارض خلافات حول الموقف السياسي من بيان الرياض الثنين ومن الشروط المسبقة هذا البيان نحن عطينا رأينا فيه نحن غير ملزمين فيه ومنفس الوقت السيد ديمستورا قال أن مناقشات الأمم المتحدة هي غير ملزمة فيه وما فيه شروط مسبقة نحن برأينا أنه أي شيء مفتوح داخل طاولة المفاوضات لكن أي شروط مسبقة قبل المفاوضات هي عرق للمفاوضات وفد الحكومة السورية زار السفارة الروسية في جينيف ونقل أن الجانب الروسي كان متفهما لموقف ديمشق من هذه الجولة ومرحبا بقرار الانضمام إلى المحادثات يحاول استفاني مستورا إنعاش محادثات جينيف من خلال السعي لتمديد الجولة إلى أسبوعين كاملين علّه يحقق بعض النتائج على مستوى الملفات الأقل خلافا كالدستور والانتخابات قبل الذهاب نحو سوتي موسى عاصي جينيف الميادين قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن الأمور في البلاد تسير بإيجابية الحريري إشار إلى أنه إذا استمرت الأمور على هذا المنوال فأنه سيسحب استقالته لأسبوع المقبل وفقا لبيان مكتب رئاسة الوزراء في لبنان فصل قصير نتابع بعده نشق معنا أهلا بكم الجديد لهذه النشرة من الميادين قررت حركة فتح وحمس تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة مهمها في قطاع غزة من بداية الشهر كانون الأول ديسمبر إلى العاشر منه جاء ذلك خلال اجتماع للفصائل الفلسطينية مع الوفد المصري في غزة حيث شدد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطا على أن الغاية من التأجيل استكمال الترتيبات لضمان إنجاز خطوة المصالحة الوطنية طلبت حركتها فتح وحمس من الإخوة المصريين أن يتم تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة لمهامها في القطاع حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة في 12-10-2017 بين الحركتين من 1-12 إلى 10-12 وذلك بهدف استكمال الترتيبات لضمان خطوات إنجاز المصالحة الوطنية التي يطمح لها شعبنا الفلسطيني وتؤكد الحركتان تثمينهما العالي للجهود المصرية الكريمة لإنجاز المصالحة الوطنية وكان رئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر قرارا بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة والمتسببين في عرقلتها فورا من أجل المصلحة والعلاقات مع مصر وكان مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد اتهم حركة حماس بعدم الالتزام باتفاق المصالحة الذي وقعته الحركتان وقال الأحمد أنه حتى هذه اللحظة فأن المشاكل والعراقيلة من قبل حماس لا تزال موجودة بل وتتزايد وقد دعا رئيس حماس في غزاء يحيى السنوار الفصائل إلى اجتماع طارئ لبحث القضية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني رسائل مختلفة حملها اعتصام الفصائل الفلسطينية أمام مقر الأمم المتحدة التفاصيل مع أحمد غانب تعديل قرار التقسيم بما يضمن استرداد الحق الفلسطيني وعودة اللاجئين واعتذار بريطانيا عن وعد بلفور وتصحيح خطياتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني مطالب حملتها الفصائل الفلسطينية في ذكرى مرور سبعين عاما على قرار تقسيم فلسطين توصيل رسالة شعبنا الفلسطيني للأمم المتحدة للمجتمع الدولي من أجل الضغط على إسرائيل لإجبارها بواقف كل انتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني ومطالبتها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بما يفضل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود حزران عام سبع وستين المطلوب عزل إسرائيل سياسيا واقتصاديا وتوسيع دائرة المقاطعة عليها لما ترتكبه من جرائم حرب حق شعبنا الفلسطيني الفصائل وكدت فشل مشاريع التسوية مع الاحتلال وطالبت السلطة الفلسطينية بخطوات رسمية على الصعيد الدولي لمحاسبة إسرائيل فضلا عن تجديدها على أن المقاومة والوحدة الوطنية متلازمتان في مواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية على السلطة الفلسطينية أن تنفذ يديها من هذه المفاوضة العبثية وطالما أنها قررت كعضو مراقب في الأمم المتحدة عليها أن تطالب الأمم المتحدة بالتراجع عن هذا القرار الظالم وأن فلسطين هي وحدة واحدة المطلوب تحقيق الوحدة الوطنية والتوافق على استراتيجية وطنية فلسطينية على أساس توابط خيار المقاومة ومغادرة سراب ما يسمى بالحلول التصفوية والسلمية وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني دعت الفصائل إلى أوسع حراك عربي ودولي نصرة لفلسطين وقضيتها العادلة وفي ذكرى قرار التقسيم يؤكد الفلسطينيون مضيهم قدما في مشروعي الوحدة والمقاومة دعين العالم إلى الاعتراف بحقهم التاريخي في أرضهم المسلوبة حق يتطلب كما يقولون حراكا عربيا وإسلاميا يعيد بوصلة الأمة نحو فلسطين وقضيتها أحمد غنم غزة الميادين أعلن البيت الأبيض أن المعلومات عن استعداد واشنطن لنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس هي معلومات سابقة لأوانها المتحدثة باسم البيت الأبيض سارع ساندرز أكدت أن الإدارة لا شيء لديها لتعلنه في هذا الصدد وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنز قد أعلن قبل يومين أن ترامب يفكر فعلا بنقل السفارة هددت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة من تدمير نظام كوريا الشمالية إذا اندلعت الحرب وخلال اجتماع لمجلس الأمن دعا تصين إلى لعب دور في الأزمة وإلا فإن واشنطن ستتولى زمام الأمر الكل أكد بصوت واحد أن الحل العسكرية في شبه الجزيرة الكورية مستحيل وأن التحدي المتصاعد في هذه الأزمة يقتضي سلوك نمط جديد من الحوار الأمنة العامة نبهت إلى أن التجربة الصاروخية الكورية كانت من العيار الثقيل ولا يجز اللجوء إلى القوة كرد عليها كما نهت عن تحميل الشعب الكوري المهدد بالجوع مزيدا من المشقات المعيشية لكن واشنطن ردت بجرعة عالية من الغطرسة والتحدي فهددت كوريا بالفناء النووي لكونها تتعامل مع دولة نووية كبرى وتواجهت إلى الصين باتهام ضمني بأنها تنتهك نظام العقوبات وتهرب الوقود إلى كوريا الشمالية وطالبت الرئيس الصيني بقطع كامل للعلاقات مع بيونج يانج لقد اختارت ديكتاتور كوريا الشمالية من خلال ما قام به أمس أن يقرب العالم من الحرب لا يبعده نحن لم نسع للحرب مع كوريا الشمالية ولا نزال ولكن إذا وقعت فستكون بسبب استمرار الأعمال العدائية كالتي شهدناها البارحة وإذا وقعت الحرب فلا يخطئن أحد بأن نظام كوريا الشمالية سيدمر كليا ولم تشرح المندوبة الأمريكية كيف يمكن تفادي المواجهة العسكرية من دون وجود وسيط دولي مقبول يحافظ على علاقة بالطرفين وعربت الصين عن أسفها لأن الهدوء الذي ساد في الفترة الماضية لم يفضي إلى استئناف الحوار والمفاوضات وانتقدت تجاهل الولايات المتحدة مبادرتها المشتركة مع روسيا تلك المبادرة التي تدعو إلى التجميد المتبادل للقوى في شبه الجزيرة أما روسيا فهاجمت المناورات الأمريكية الضخمة حول كوريا وحضرت من تهديد التوازن العسكري في المنطقة نشر القاذفات الاستراتيجية والقوات البحرية الضاربة وحاملات الطائرات في المنطقة كلها عوامل تزعزع الاستقرار كما أن حجد النظام المضاد للصواريخ ثاد في كوريا الجنوبية يقود التوازن العسكري فضلا من كونه يثير الضيق ولم يتفق أعضاء المجلس على خطوات محددة باستثناء التشديد على ضرورة تقديم كل دولة من الدول الأعضاء تقارير مفصلة عن مدى التزامها بتطبيق العقوبات السابقة تكاد الوفود قد تكون استهلكت كل الألفاظ المتعلقة بالأزمة الكورية ولم يبقى سوى لغة السلاح أو العودة إلى طاولة المفاوضات السلاسية كما دعت روسيا والصين من خلال مبادرتهما نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين والآن مباشرة إلى زميلة مريم عثمان وأبرز معا ورأت بعض الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم صباح الخير مريم صباح الخير وفا شكرا صباح الخير مشاهدينا وكل عام وأنتم بخير جولة على أبرز عنوين بعض الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم ونبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط والتي عنوانات البغدادي أراد استخدام ليبيا ساحة إلى مصر وتونس والجزائر الشرق الأوسط طلعت على رسائل من زعيم داعش إلى كبار مساعديه اجتباكات دمية بين طرفين انقلاب في صنعاء 15 قتيلا وحزب صالح يحمل الحوثي مسؤولية اقتحام جامع الصالح وفي الشرق الأوسط أيضا النظام يرفض المفاوضات المباشرة في جناف روسية تحذر من إجراءات أمريكية لتقسيم سوريا إلى سوريا مشاهدين مع صحيفة الوطن والتي جاء فيها الجيش يحث خطاه باتجاه أبو الظهور العسكري تخطن على النصرطي بريف حما والتوتر يرتفع بين أكراد عفرين وأنقرة الرئيس الأسد يشارك بالاحتفال في ذكرى المولد النبوي الشريف ديمستورا التقى وفد سوريا ولم يطرح تمديد الجولة المبعوث الأممي تحدث وحيدا عن أجواء بناء ووفد الرياض يستجد روسيا لإيجاد حل في ستة أشهر إلى صحيفة الأخبار اللبنانية والتي عنوانات الحريري يريد إخراج القوات من الحكومة بري أن أيب النفسي عن سوريا مستحيل سبعون عاما على قرار تقسيم فلسطين العراق الحجد إلى الانتخابات تحالف المجاهدين برئاسة العامري إلى صحيفة القدس العربي والتي عنوانات اليمن قتل وجرح في مواجهات هي الأولى من نوعها بين الحوثيين وقوات الرئيس السابق في صنعاء الحوثي يطالب بصحب القوات من السبعين ومحامي صالح يقول ليست نيرانا صديقة سوريا أنباء عن توتر بين لواء الأقصى وفتح الشام بعد اعتقال أنصار الظواهر الأردنيين وفي القدس العربي أيضا مصادر ديبلوماسية القمة الخليجية ستعقد كاملة النصب في الكويت الشهر المقبل إلى الأردن مشاهدين مع صحيفة الدستور والتي جاء فيها الملك لبديل عن حل الدولتين لضامن تحقيق العدالة والحرية والاستقرار وصل لقاءاته في الكونغرس الأمريكي بحضور الملكة لعدد منها بنس ترامب لن يتهون بسلامة وأمن إسرائيل اليهودية يدرس حاليا موعد وكيفية نقل السفرة إلى القدس المحتلة من الأردن إلى مصر مع صحيفة الأهرام والتي جاء فيها السيسيو كاليف الجيش والشرطة بإعادة الأمن إلى سيناء خلال ثلاثة أشهر عزمونا على اقتلاع الإرهاب من جذوره وسوف نسأر لدماء الشهداء نختم جولتنا من تونس مع صحيفة الشرق والتي جاء فيها فاعل في التاريخ غائب في الحاضر هل انتهى اليسار في تونس؟ الأسعد اليعقوبي يكشف خمسون في المئة من التلامذية تعاطون المخدرات وفي العنوان الأخير دعوات لغلق فرع اتحاد علماء المسلمين بتونس صنف إرهابيا وتحول إلى أكاديمية تعليم عال موازن هذا أبرز معنونته بعض الصحف العربية الصدرة صباح هذا اليوم شكرا لك مريم النشر انتهت وهذا تذكير بأبرز العنوان اتفاق بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام على وقف الاشتباكات في صنعاء وعلى تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسبب بانفجار الوضع برفة عمليات حلفاء سوريا تبث مشاهد لقائد قوة القدس في الحرس الثوري خلال معارك تحرير الميادين حركة فتح وحماس تؤجلان استكمال عملية تسلم الحكومة في غزة وفتح تتهم حماس بعدم الالتزام باتفاق القاهرة وتابعت في النشرة أيضاً مندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تهدد بتدمير نظام كوريا الشمالية وموسكو تدعو إلى حوار مباشر معها نشكو لكم حسن المتابعة للمزيد من الأخبار والتقارير زر موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت والمتابعتنا بلغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة